موسيقى إذن السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معنا إن شاء الله في هذا التكوين اللي كنا وعدناكم به سمحوا لينا تعطينا عليكم لأننا كنا في صدد تحضير لهذا التكوين وكنا كنا نشوفه يكون التكوين أبسط مما يكون باش الجميع يفهمه ويكون مفهوم لدى الجميع ومبسط أكتر مما يكون ورانا عارفين باللغة ديكون وش يحويج ما مفهومينش لدى البعض اللي غادي يكون ما زال شي حاجة ما فهمهاش أو اللي عنده شي صعوبة في الفهم ديالها دونك لدي خللنا تعليقات وإن شاء الله نخدمو عليهم تكوينات يكونوا أجداد دونك التكوينات اللي كنا اتفقنا عليهم أول تكوين يقولنا ديال اليوتيوب من بعده غادي يجي تكوين في الفيسبوك ومن بعده غادي يجي تكوين في التك توك دونك التكوين الأول في اليوتيوب دونك غادي يكون كيفية إنشاء قناة يعني بواحد شكل محترف لأنه معظم الناس اللي كي يصيبوا قنوات الأسئلة اللي كات جينا راني صيبت القناة ولكن ما كتطلع ليش أو اللي راها كتتمشى ببطء دونك غادي نوريوكم إن شاء الله كيفاش تفتحوا قناة تكون احتلافية وشنهما الوسائل الضرورية اللي غادي تحتاجوهم باش الإنسان تكون عنده القناة يعني ذات جودة ومقبولة عند الناس وكيفاش تطلع عند الناس بشكل أكتر من بعدها إن شاء الله غادي ندير التكوين في الفيسبوك كيفاش نربح من الفيسبوك كيفاش الفيسبوك يقدمنا خدمات وعلاش اختارينا الفيسبوك بالضبط ما اختاريناش يعني ما اقولوا ده بلاتفورم أخرى اختارينا الفيسبوك لأنه الأرخص وعنده جودة وكيوصل لواحد الشريحة أكبر دي المجتمع أمورها غادي ندير التكتوك لأنه التكتوك ده برحديث دي العصر معظم الناس كيتكلموا عليه ضونك قررنا حتى هو نتكلموا عليه ونتكلموا على كيفاش الإنسان يقدر يربح منه الفلوس ضونك اللي مازال ما كيعرفناش معاكم بو عبدالله محمد هذه القناة اللي قررنا أننا نديروا فيها التكوين هذا فريق العمل يعني التفق أنه تكون قناة مبتدئة ما تكونش واحد القناة قديمة باش يبال لكم كيفاش هذه القناة رحكي غادي تطلعوا لها النتائج ضونك النتائج غادي تبقوا تشوفوها رأي العين وانتوما كتبعوا هاد القناة هذي لأنه غادي نطبقوها ذاك الشي اللي غادي نقوله لكم غادي نطبقوه على هاد القناة كبداية وانتوما كذلك غادي تطبقوه على القنوات ديالكم وان شاء الله غادي تبقوا تشوفوا النتائج ضونك هذه القناة بعدها أولا نصحكم أنكم تشتركوا فيها باش يبقى يوصلكم كل جديد. هذي تضغطوا على الابوني وتكليكيوا على الجرس باش يبقى كل تكوين جديد غدي يوصلكم. اللي نسألكم في هاد تكوين هذا نسألكم الدعاء الخالص لله عز وجل ونتمنى والخير للجميع وتبارك الله عليكم نبقى معنا ما تمشيش بعيد دبا نبديو إن شاء الله بسم الله الرحمن راحي نبديو إن شاء الله خليناكم تسنوا بزاف سمحوا لينا ولكن دبا قديم بديو إن شاء الله مباشرة بسم الله الرحمن راحي العمل ديالإنشاء قناة في اليوتيوب الله يرضي عليكم أولا قبل ما نبديو حاولوا تكونوا في واحد المكان اللي ميكونش فيه تشويش بزاف يكون أفضل وتكونسنتروا معنا يعني بأكبر شكل ممكن كذلك حاولوا تكون عندكم واحد دفتار صغير ولا أجونضة ولا ورقة باش تلقوا تسجيلوا هاد المراحل إن شاء الله دونك نبديو على بركتي الله أول حاجة غدي نبديو بها إن شاء الله وهي أننا نحلو كونت جوجل دونك ندخلو لجوجل بوان كون ما نظنش دبا شي واحد مراش كي يعرف كيفاش يدخل لجوجل كنمشيو الكونيكسيون كتشوفوها هنا كونيكسيون كندخلو لكونيكسيون دونك هذي المرحلة اللولة هذي المرحلة التانية غديتشوفو كأرقام كل مرحلة غديتشوفوها بالرقم ديالها يكفي أنكم تبعو هذي شي ايطاب با ايطاب الله يرضي عليكم واللي كان نصحكم كما كان نصحو تالي يوتيوبرز الكبار كيقول لك ما تحرقش المراحل وما تزيدش من راسك تبع هذي شي با ايطاب وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله غدي توصلوا لذي شي اللي ركو بغي هنا إن شاء الله بإذن الله دونك الحاجة اللولة بلنا ندخلو لجوجل بوان كون الحاجة التانية وهو إننا ندروه كونيكسيون كان نمشيو المرحلة التالية المرحلة الثاليهة وشنو هي وهو إننا إلإ كان عندنا ديجا ان كونت إلا كان عندنا ديجا ان كونت غير هو كنفتحوه سينويا مكاش عندنا ان كونت فوقوcan نقصنا نحلو ان كونت نمشيوالكونيكسيون غادي يطلب بنا باش نحلو ان كونت وقد حلو ان كونت جديد بجمايل دائنا نري role 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 حاولوا يكون عندكم جوج ديال الجيميل ما يكونش عندكم أنسى الجيميل المرحلة الثالثة كما قلنا نمشي ونحلو لبوات ديالنا جيميل ندوزو المرحلة الرابعة وهي أننا نمشيو اليوتيوب www.youtube.com ونحلو ونفتحو اليوتيوب واحد المسألة دوركي كين الناس دوركي اللي كيسمعونا كين اللي كيخدمو بالبيسي وكين اللي كيخدمو بالتليفون دونك إلا كنت كتخدم بالبيسي غدي تطبق هاتش كي مراني كنقولي لك كنقولولك يعني ما تزيدش حاجة ماي الناس دير التليفون كيخدمو باللزابليكاسيون دونك اللي كننصحكم ما تمشوش لللزابليكاسيون لأنه لزابليكاسيون ما غديش يكونوا فيهم واحد لفونكسيون واحد لإعدادات ما غديش يكونوا في اليوتيوب أو اللي في جوجل دونك شنخص كتدير في وسط تليفون روحوا لجوجل كران وتمحلو اليوتيوب باللزابليكاسيون حلوه بجوجل كران وتبعو هات المراحل دونك المرحلة الرابعة وقلنا أننا نمشو اليوتيوب نفتحوه أوتوماتيكمون كيتفتحنا بدك لكونت جوجل اللي فتحناها أوتوماتيكمون كتجيول هنا كتلقوه مفتوح دونك المرحلة الرابعة هي أننا نحلو اليوتيوب غدي يتليه أوتوماتيكمون مع دك لكونت جوجل اللي فتحناه دونك غدي ندوزو المرحلة الخاميسة والسادسة المرحلة الخامسة وهو ابتداء من هاد المرحلة الخامسة والسديسة اللي يردع لكم فوقاش مما تشوفوا شي رقم دير شي مرحلة صد ديغ كي علي ان كليك يعني خسك تكليكي على ديك البلاسة. هاد المكان ديال القناة هو خمسة عادي مشي نكليكي مثلا على هاد اه هي اللا شين ديالي اللي ره ملي مع يوتيوب. لمليا بلوتو مع جوجل. وكي نمشي للمرحلة السادسة وهي نكليكي على يوتيوب ستوديو هادي واحد لابليكاسيون ديالها جوجل فيها غير الاعدادات ديال القناة ديالك. هادي المرحلة السادسة. غدي ندوزو المرحلة السابعة. المرحلة السابعة وهي الاعدادات. وهادي اللي بزاف بزاف ديال الناس ما كينتبهونهاش. كيمشي يفتح القناة وكي بدي نزف الفيديويات. وهو القناة دياله ما زال ما دار لهاش الاعدادات. المرحلة السابعة ديالها ما زال ما يعني ما زال ما حددش القناة دياله وشن هو الهدف ديالها وكيفاش غدي تخدموا ديالك شي. دونك لا يردع لكم الاعدادات مهمة جدا. دونك قلنا المرحلة مهمين ومهمين بزاف. هاد المرحلة هادو باش تفهمون مسألة ديال اليوتيوب كيفاش كي يخدم. هو مسألة بباشر. مي الميكانيزمات ديال العمل دياله. هم بحل واحد لي غوبوا خدامين فيه. دونك هاد الباغامات خفاش غدي فيدونا. اليوتيوب خصو يعرف هاد القناة ديالك اللي رك مصايبها. وشنو هو الوبجكتيف منها. وشنو هو الهدف منها. وشنو هي الشريحة المستهدفة اللي رك بقي توصرها للناس. دونك باش هو غدي عرف هادشي. رادار لك واحد البلاسة سميتها لباش تعمر هاد الحويج ديالك. وغدي تعمر هتب الكلمات المفتاحية. وسجلو هاد الكلمة ديال كلمات المفتاحية لانه غدي نطرق لها ان شاء الله في تكوينة خاصة. دونك هاد لباش تعمر هم اللي اليوتيوب كي يشد القناة ديالك بسببهم وكيبقى يعطيهم للجمهور المستهدف. دونك باش القناة ديالي توصل اكبر عدد ديالناس اول حاجة لإعدادات. وبالزاف ديالناس كيفتحوا القناوات وما كي ما كينتابهوش هاد المسألة. كيمشيوا ديريكت كي تطلعوا لفيديو. وكيشوفوا المشاهدات ما كتبغيش تطلع لهم. بانسور راه اليوتيوب رغم علي. ما زال ماعرفش مو شنورك باغي وشكون هو جمهور ديالك. دونك انت خصيك توريه وشونه هو جمهور ديالك. فلعاي ندير المغرب هذه المرحلة التاسعة هذه أعطوني واحد الخيارات ونكليكي على المغرب نمشي إلى المرحلة العاشرة اللي هي الكلمات المفتاحية للقناة الكلمات المفتاحية للقناة هذه الكلمات المفتاحية سنتكلم عليها بواحد شكل خاص بواحدتها غير ركز عليها عندما تبعوا غير مراحل كيفاش نفتحوا قناة ومن بعد ستقدر تدخل وتعمر هذه الكلمات المفتاحية هذه الكلمات المفتاحية هي كما قلنا باش اليوتيوب يعرف وشن هو الجمهور دينا ويعرف الشريحة المستهدفة مرحلة الثامنة مرحلة التاسعة والمرحلة العاشرة كين عمر هاد الحواج هادو قدي نكليك على انجستر ندوز لمرحلة الحادي عاشرة تحت لاشان كين بارامتر دميزان لي نيبغدف يعني غدي تمشي تكليكي على هادي وغدي تمشي تكليكي على او الاعدادات المتقدمة هنا 12 ضروري خصيك تحدد الكاتيجوري ديالك هنا يمكنك لك الوبجكتيف ديال القناة ديالك خصيك تحدده غدي يعطيك مثلا الرياضة غدي يعطيك مثلا تعليم غدي يعطيك مثلا شلح واش انت خصيك تختار الكاتيجوري ديالك اللي غدي تخصص فيها ما يمكنش واحد الانسان يدير واحد القناة يخدم فيها كل شي وواحد المسألة اللي يرضي عليكم احنا ديالك نتكلم مع ناس واعيين وبغيين يديروا واحد المحتوى هادف اللي يوصل واحد الحاجة للناس اما مسألة ديال لا تندانس اللي كتشوفوها ديالك احنا ما نتكلمش عنها اليوم لا تندانس لكوا عرفوا ما هي لا تندانس هي التفاه لا تندانس هي الفضائح احنا ما نتكلمش مع قنوات من هذه النوع لكن نتكلم مع قنوات هادفة اللي ان شاء الله غادي اه توصل واحد المحتوى زوين للناس وتنفع الناس في الحياة ديالنا بونك هادي المرحلة اللولة المرحلة الحادي عشرة المرحلة الثانية عشرة غادي ندوزو وندير انجستر اه ندوزو المرحلة تلتاش اه هنايا كما اقول مش المرحلة تلتاش ما هنايا بغيت نبيل لكم غير اللي في تلتاش غادي تختار حال احنا يعدنا المحتوى تعليمي غادي نقلقي و اه هناك كالك الجو كالك يدع السبور كال زانيمو الحيوانات كالك الفيلم كالك العلوم والتكنولوجيا غادي تختار المحتوى اللي ناسبك واللي انت مرتاح فيه غادي تختار المحتوى اللي غادي ترتاح فيه واللي كتفهم فيه وتقدر تبدع فيه لانه هاد مسألة ديال الابداع في اليوتيوب رها سر من اسرار ديال النجاح كيفاش شنو كان عني بالابداع كان عني بالابداع يعني خاصة تدير شي حاجة اللي مديني هاش الناس او اللي اللي دارين هالناس دارينها بواحد شكل دارينها بواحد شكل مختلف انا غادي نعطيكم واحد المثال كان واحد سيدة كتدير الطبخ ولكن الطبخ اللي كتديره عادي ماشي شي طبخ مثلا واحد الوره دارت سفنج سفنج معظم من غربك يعفو كيفاش يصيبوا سفنج ما هي علش دخلوا لها الناس بزاف وشات وطلعت لها مشاهدات بزاف حيث مشات شدد تسفنج وصيباته بواحد شكل مختلف على اللي كان عارفو احنا كان عارفو احنا سفنج مدور هي مشات صيبت تسفنج بواحد شكل يعني موتلت دارت هادوك المراشم ديال لقاطو وخرجت لنا واحد شكالات جداد هاد شكالات جداد اعتيران الناس ودخلوا لها القناة ديالها بش يشوفوا كيفاش خدمتهم اعتيري بتهيا قدي نتكلمو عليها ان شاء الله دونك قلنا نختاروا المحتوى اللي هو بتاني في هاد المرحلة 13 كندزول المرحلة 14 وهي إضافة الفيديوهات دونك الفيديو خسناه دجا نكون بريباره كيفاش نكون بريباره كين واحد الحوايج اللي من ضرورية ديال العمل خسيا إما يكون عندك أباري فوتو اللي تكون مزيانة كتصور مزيان يا إما أن تليفون اللي يكون يصور مزيان وللإشارة دبارة نكون صور تليفون غيباش تشوفوا باللي راتالي تليفون اليوم را نطوروهم وغيب التليفون ماكتقدر تصور واحد الفيديو اللي تكون مقبولة عند الناس وقدروا يستمعوا لك بها تاني حاجة الميكرو الصوت الصورة خصها تكون واضحة وفي نفس الوقت الصوت خصو يكون واضح ماخص يكون فيه تشويش دونك ها 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 واحد المرحلة واحد المسألة رأني شفتها هنا دبا في النوقات اللي كتبا غير نتكلم عليهم مسألة دي اللي جايمايل اللي تكلم عليهم قبيل اللي جايمايل اللي لا يرضى عليكم اه سورتو الجايمايل اللي غادي تفتحوا به القناة ما تعطيوه حتى لشي واحد ما تعطيوه حتى لشي واحد رأسروا كوارث ناس عندهم قنوات اللي حقوه شروط الف ساعة ربعلاف اه قلتو الف مشترك ربعلاف ساعة ووصلوا الواحد المواصل الكبار بخطأ صغير ومشات لهم القناة ديالهم وكاني الناس اللي ما اعطوش جايمايل وتبراطات لهم القناة ديالهم لا يرضى عليكم حاولوا هاتشي تسيكوريزيوه ما تعطيوه تلشي واحد القناة تقدر تعطي لوليين ديالها ولكن جايمايل باش حليت القناة ديالك ما تعطيه تلشي واحد لا يرضى عليكم لا يرضى عليكم انتبهوا لهات المسألة هاتي دونق قلنا نمشيو المرحلة 14 الفيديو خصها تكون مصورة ديجا تكون عندنا في التليفون ديالنا او اللي في البيسي ديالنا ونرفعوها على اليوتيوب دونق ندوزوا المرحلة 15 وهي نجيب داك الحلوات ديالي كيف sebelum 300 هنإذا بدمخلت للبيسي امشيت جيبت Video creators اللي سيبغيها نديرها في القناة ديالي هادي المرحلة 16 المرحلة 17 هيا ندير أغفظ باش نفتح الفيديو ديالي المرحلة 17 شنو غادي ندير المرحلة 17 وهيا ندير عنوان وهذا العنوان كذلك باش يكون عنوان احترافي خصني نختار الكلمات اللي فيه الكلمات اللي غدي نديرهم في العنوان واللي كتأثر الناس وحتى هاد المسألة دير العناوين حتى هي غدي نتكلموا عليها كيفاش نختار عنوان اللي كيأثر الناس ويخليهم يجيوا عندي يدخلوا ويشوفوا المشاهدات نشوفو تكيفاش نختار العناوين اللي كتأثر الناس وكتخليهم يدخلوا لفيديو ديالي ويتفرجونها كتلاحظوا معايا بعض المرات كنكون ننظروا في اليوتيوب غي واحد العنوان كيكون صغير كأثرينه وكيش بندك نمشون ندخلوا ليه مع أننا كنكون مقامشي أنت غاسب هذاك الموضوع ولكن كأثرين العنوان وكتأثرينه كذلك الصورة المصغرة حتى هي غدي نتكلم عنها إن شاء الله تمنتاش كنمشيوا لديسكيبسيو كنديروا لديسكيبسيو إلى كنت كنت تكلم على واحد الموضوع ودكرت فيه بعض ليلية أو لا دكرت فيه بعض الفوائد كنقول لهم ودي غدي تلقاهم في صندوق الوصف هذا هو صندوق الوصف لديسكيبسيو الفيديو ديالي على ياش كنت تتكلم يكون ذاك الشيغي مختصر ولكن يكونوا فيه واحد الكلمات اللي مطلوبة في الانترنت وكيبحثوا عليها في الانترنت وحتى هاد المسألة غدي نتكلموا عليها كي منين نجيب هاد الكلمات هادو اللي غدي يساعدوا الفيديو ديالي أنه يطلع أكتر وأكتر دونك مرحلة سبعتاش مرحلة تمنتاش وكينجيو الهنا كينجيو الهنا كينجيو سويفون لا بلوتو غدي نزيدون هبطو عاد بلوتو قبل قبل ما نديرو سويفون غدي نزيدون هبطو ومشيو المرحلة تسعتاش اللي هي الصورة المصغرة الصورة المصغرة من أسرار ديال النجاح ديالفيديو يات واللي معظم المبتدئين ما كيفهموش لهاد المسألة هادي ما كيفخدموش عليها ما كينتبهو لعش أقول الناس اللي ممكن تفرجوا لهذا الفيديو أنصحكم أنكم ما تفرجوش غلا فيديو ديالي تفرجو حتى دي فيديو أخرين احنا يا الحاجة اللي احتجيتوها كي ما قلت لكم ديروها الناف ان شاء الله في التعليقات وغدي نخدمو عليها واحد تكوينات بساطة بحال هاك يكونوا واضحين بحال هاك باش تبعوا المراحل ديال العمل المراحل الصحيحة ديال العمل مي هذا لا يعني بلأننا رنا نمتلك المعلومة المطلقة يعني رتقدر تفرجوا لدي فيديو أخرين وتقدر تلقوا فيهم معلومات احنا لما كان قلوهمش وغادي تستفدوا أكتر وأكتر لذا انصحكم ديما تعلو ديما تعلو وما تستعجلوش النتائج هالي استعجال في النتائج واحد الخطأ كبير 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 في الزاف وقعنا فيه حتى احنا علاش لأنه الإنسان ينفواه كي يبدي مشروع قناة يوتيوب ولا أي مشروع خاصوا دوز يومين ثلاثة أيام خمسة أيام خصوية بديش الأرباح هاد الشي ره ما مقبوش تمنطقا وعقل وعمروشي واحد تصرع له بحال هاك رمان غير الناس اللي كيديرو الحرام احنا هنا كنتكلمو على محتوى هادف دونك كمشيو لا 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 لتسعتاش مرحلة تسعتاش كنديرو الصورة المصغرة ديها هاد الصورة المصغرة كتصيب بوحدتها كتصيب ديز أبليكاسيو كين ديز أبليكاسيو غدي ننصحوكم حتى ببعض ان شاء الله غدي نكتبو لكم بعض تسموا ديز أبليكاسيو اللي غدي يعاونوكم باش تصيبوا صورة مصغرة اللي زوينو كتأتيري الناس كذلك الصورة المصغرة كتعتمد على التصوير دونك حتى التصوير كين الناس اللي ما كيعرفوش كيديرو الصورة عناش الناس كيفاش كيصورو صورة مضبا ما فيهاش داك الجودة بانك إنسان ما كيشوش الجودة في الصورة إنه الصورة المصغرة باش تفهموها واشنو هي شتو مين كنكونو ضورو في اليوتيوب كينين واحد كيبقوا يخرجوننا على الجمب أو للتحت واحد الفيديو جداد اليوتيوب كيقترحهم علينا لأنه شفنا كندخلوا الواحد لمحتوى بزاف كيقترح علينا دي فيديو بحال داك المحتوى هادوك الفيديو ديما كتلاحظو فيهم واحد صورة في اللول كتبان هادوك صورة انت كتديرها كيفاش كتديرها بها الطريقة هذي اللي تلكم في المرحلة تسعة عشر كتدير أمبورتي وكتجيب ديك لفوتو هادوك الفوتو هي اللي غادي تبان في اللول دي الفيديو وهي اللي غادي تأثير الناس إنهم يدخلوا ليك لفوتو كتكون لفوتو وكتدير فيها واحد الكتابة اللي غادي تأثير الناس كيفاش هاد الكتابة كتكون هي اللي غادي نتكلمو عليها في المحتوى وفي الاسئلة اللي غادي تطرح نظن قنا هذي المرحلة تسعة عشر ندوزو المرحلة عشرين كنزيدونها بطول تحت كنلقوا الكلمات المفتاحية للفيديو إلا لاحطوا في الاعدادات دي القناة كين كلمات المفتاحية كذلك في الفيديو عنده كلمات مفتاحية دياله خاصة مثلا بحال هاد الفيديو هذي اللي شفنا هذي الكلمات المفتاحية مثلا هاد الفيديو هذي اللي اخترناها ديال الجهاز الهضمي شوفونا يا العنوان هو اقترحه عليا مباشرة وفي نفس الوقت هنا هيا في ليطاكز هاد اسميتهم ليطاكز او الكلمات المفتاحية شوفو اليوتيوب اقترح عليا واحد لواحد الكلمات مفتاحية هاد الكلمات مفتاحية اقترحها عليا واحد البرنامج خصويتانستال عندكم في الباسي ضرورة انستاليو هاد الابليكاسيون هي اللي غدي تبقى تعاونكم في هاد الكلمات المفتاحية و هاد الابليكاسيون غدي تتكلموا عليها بيتفصيل غيب وحدتها ان شاء الله هاد الابليكاسيون باش تالي بغاي يدخل يبحث عليها اسميتها فيديك او لوجيسيال فيديك هاد الوجيسيال هاد كيساعد بواحد شكل كبير في البحث عن الكلمات المفتاحية اللي غدي تعاوني في استهداف الجمهور في استهداف الجمهور وفي مساعدة اليوتيوب انه يبريزنتي لبخوتي ديالي او الفيديو ديالي الاكبر عدد دي الناس اللي كيقلبوا على هادك المحتوى كيقلبوا على هادوك الكلمات اللي ديرهم انا يا في الاعدادات ديال الفيديو ديالي نتمنى تكون امور مرحلة ندوزوا دابا المرحلة رقم واحد وعشرين وهي اننا كيقنديرو الكلمات المفتاحية كندوزو السبيفو هنا اطنسيون 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 واحدة من المسألة ما كينتابهون لها شالناس وهو انك تمشي جيب اون فيديو ديالشي واحد اخر تليشارجيه مشي قناة اخرى وتجيبو وتبغي تديرو في القناة ديالك هنا كينجوج ديال انواع ديال الفيديويهات اللي تقدر التليشارجيهن كينلى ا بد الفيديوهات Wadeوم علي حقوق الطبيعة اولا حقوق النشر وكين واحد لفيديو عندهم حقوق النشر هذوك اللي عندهم حقوق النشر فmented create images ,من تعرضasz نائزة مليشكي فالقناة ديالك وتقدر تصدلك نيهائيا الا مشيت فيديو ولا تقومن canonical من Cheerup وفيديو دائر شي واحد اخر لذا انصحكم ديلوا فيديوات خاصة ديالكم فيديويات خاصة لكم. ستتعلموا بشوية بشوية ومحترفين في تصوير الفيديو وفي إنشاء محتوى هادف. ستستعجلوا النتائج. فننضع المرحلة 21. ستعلموا المرحلة 22. هنا نختار public يعني الجمهور. أنا أريد أن نرى الناس. لا أريد أن نرى الناس. ستقوم بإمامة او لا نرى الناس. ستقوم بإمامة او لا نرى الناس. ستقوم بإمامة او لا نرى الناس. وإلا أريد أن نرى الجمهور كامل. كندر public. كندر public هنا. كي كندر public. كي بدي الفيديو يطلع. كي بدي الفيديو كيتلشارجة. وكي يطلع يعني كيتلشارجة فيديو ديالي في القناة ديالي. كيشد واحد المدة. آآ كامس حكم خص يكون الويفي. كي يطلع. وحد المسألة مهمة اللي يرضى عليكم. من تكونوا تلشارجة فيديو ديالي. اللي بغين تلشارجيوه. شونو خصكم ندلوه. اختاروا واحد الوقت محدد من الهام. إلا بقيت كانت لانسى بالصباح. لانسى ديما بالصباح. كنت كانت لانسى بالدهور. لانسى ديما بالدهور. كنت كانت لانسى بالليل ديما لانسى بالليل. الصباح ما كان نصحش به لأنه معظم الناس ما كيددخلوش للانترنت ابتداء المطنش التحت لإنسان ينصي الفيديو دياله بونك لا يردع لكم إنسان يختار لقيتة اللي ننصي فيها الفيديو دياله غادي نركزو على فيديك هادي نركزو على الكلمة المفتاحية ديال القناة ونركزو على الكلمة المفتاحية ديال الفيديو غادي نركزو على العنوان كيفاش يكون وغادي نركزو على الصورة المصغرة هادو هما الحويج اللي غادي نركزو عليهم إن شاء الله في القناة ديالنا وغادي تكون القناة إن شاء الله ناجحة غي ما تستعجلوش النتائج راه النتائج باش كتبان من ستشهر الفوق وراه كين لك يقول بعض اليوتيبرز كيقول لك من عام الفوق ما تستعجلوش النتائج ما تستعجلوش النتائج ما يمكن شانا غادي نبدي واحد لقناة اليوم وغادي تبان غدا بانسير الله عز وجل قادر على كل شي ولكننا هضروع السنن الكونية في غدير هاربي في هذه الحياة واحد زائد واحد يساويزوش بانسيرو نتبعوا المراحل ديال النجاة بانسيرو نتبعوا المراحل بانسيرو نتبعوا المراحل راه مؤعظم الناس اللي نجحوا في اليوتيوب تبعوا مراحل بانسيرو غلطوا في الول وقاء غلطنا في الول ولكن من بعد الأمور كتولي محترف فيها ما غاديش يجي هادك الشي ما بين عشيتي وضحاها أركزو الله يرضي عليكم أركزو على هاد المسألة ديال تعلم دينا وما غاديش تصيبوشي واحد في اليوتيوب غادي أعطيكم المعلومات كاملين تقري وشنو هي أراه احتوى واحد المسألة ينبه لها المسألة ديالتالتالتالتالم شوف انت وشنو محتاج ما تشوفش لا غادي نمشي لوحد من القناة عنده مليون متابع هادك هو اللي غادي نتبعه لا 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 أراه يقدر هديك المليون متابع هو يقدر يكون ذائرها مثلا في عشرة ديالسانوات ولا ويقدر هو يكون ذائرها بالفلوس نحن ذا بك نتكلم وغير على طرق مجانية يعني ما نتركزوش على العقل ديالكم وشنو كي يبلكم العقل ديالكم تبعوشنو كنقولو لكم حنا ذو كل مراحل اللي تبعناها وحد الإنسان ناجح تبع الخطوات اللي نجح فيهم في الميدان دياله ما بغيناش كما قلت لكم درنا قناة مبتدئة وما بغيناش نجبدو تشي قناة ديالنا اللي ديجا كاينة باش ما تطيحوش في هاد الفخ هذا لا ما عندوش متابعين ما ما عندوش محتوى بالعكس لقينا محتويات ديال بعض الناس اللي ربما تقدر تلقى عندهم كل تمية ربعمية أبوني وعندو محتوى مفيد جدا اللي نفعنا في العمل ديالنا بواحد شكل رهيب جدا ديال الله يرضى إليكم ركزوا على هذه المسألة ديال انني نشوف المحتوى اللي نسبني أنا وندخل ونشوف فهمتو؟ وديما نتعلم يوميا رعنا ربعات السويع في اليوم أربع ساعات في اليوم ما كان عارفو هاش فين كاتمشي كان بقوغي طالعين هابطين ضون كيف قلت ليكم ما تركزوش على مسألة ان انسان عنده متابعين بزاف عوحد الفيديو داخلين هالسويع بزاف لا ما تلاحظوش هالك مسألة راها كينين بعض الفيديو اللي ناس غيك كذبوا ومين تدخل ما تلقاش قاعدك الشيء اللي كان في العنوان والصغراء مصغر هي أطيرك ودخل كله لكن مين تدخل ما تلقاش قاعدك الشيء وكتلقى غير البلا بلا وكترة الهضرة مين كانين شيء واحدين اللي تدخل وكتفرج وكتستفد بواحد شكل كبير كبير بزاف الله يرضى عليكم تبعوا هذا المراحل بعدها في إنشاء القناة ركزوا على الإعدادات إن شاء الله في هذه الأيام القليلة غادي ننسو لكم كيف قلت لكم كلمة المفتاحية دي الإعداد كيندير لها كلمة المفتاحية دي الفيديو الصورة المصغرة العنوان ما عرفتش حاجة أخرى من بومان سيتا بومك يكوني بومان كانوا خمسات الحويش غادي نركزوا عليهم إن شاء الله باش لفيديو دينا لروبو ديال اليوتيوب أو للغاريتم دياليوتيوب يعرفوا لفيديو دينا وشن هو المحتوى ديالها وشن هو الشريحة المستهدفة وكيف قايعوننا باش لفيديو ديالنا تطلع واحدة المسألة مهمة أخرى وهي في الأول غادي نبديوا بالطرق التقليدية اللي يرضى عليكم هذه غادي أعاونين ولكن الطرق التقليدي رغ� نافعة وشن هو الطرق تقليدية أنا نقوم ندير الشكين ديالي وندير الفيديو الأولى ندير ننصها في الواتساب ننصها لأصدقاء ديالي ننصها في فيسبوك ندير الطرق تقليدية ندير تبادل ديال الاشتراكات نخدم بعض Basically اللي كي يجيبوا لي مشاهدات او اللي يجيبوا لمشتاركين وشن یہ نوصيكم الله يرضى عليكم ما تكتروش من هاد الناحية ديال لازابليكاسيون لأنه في الساعة اليوتيوب كيفيق بيها ذنك إلا تديرها تديرها بواحد شكل يكون خفيف ونوع لازابليكاسيون وما تكترش تقديرها يوميا اتنسيونا عندهم اللي لغاريت وعندهم اللي روبو اليوم ولو عندهم ادكياء يعني بزاف بزاف في الساعة كيفيقوا بهذا الأمور الله يرضى عليكم حدا ورسكم من هاد الناحية هاتي إذن الفيديو ديالنا اللولة حبست انتهت كمناها نتمنى الأمور تكون واضحة يعني وضحناها بواحد شكل أبسط مما يكون باش الأمور تكون واضحة عندكم كان عندكم شيء أسئلة ما زال يعني شع أمور في هاد الفيديو هدي من فهماش باش ديروها في التعليقات يعني أسئلة في التعليقات باش نجاوبكم عليهم إن شاء الله في دي فيديو أخرين باش لي فيديو اللي روهم جايين نركزوحت على هاد الحواج هادو اللي روكم ما فهمين ما فهمين همش تهو ما نبسطوهم ما تستعجلوش كيف قلت لكم نسألكم الدعاء هادش اللي نسألكم في هذا في التكوين هذا إلا شفتوه نافع بارتاجيوه لماكسيموم عن ناس بزاف ذي الناس اللي محتاجين رغم في البيوت ديالهم محتاجين واحد المصدر ديال الدخل وداروا قنوات ولكن مطلعتش لهم وطلع لهم هاتشي في الرأس ويحسن لعونه وحبسه ما يكا نقول لكم هاد شراه فيه الفلوس مزيان آآ أرزق متفرقة ولكن غين تبعوا المراحل آآ انتبعوا المراحل إن شاء الله اللي غادي تكون صحيحة وغين تبعو طريق اللي نجحوا في هالناس ما نتبعوش الطريق اللي فشلوا في هالناس فهمتوا راكين بزاف ديالناس كيقولكو ديال اليوتيوب رغي كدوب وغي كده وغي كده بزاف ديال المجالات كيقولوا عليهم نفس الكلاب علاش لان إنسان كيمشي يتبعو وحد الناس فاشلين في ذاك الضومان تبع الناس اللي ينجحوا تبع الطرق الصحيحة اللي ينجحوا فيها ويسمع الأخطاء اللي يوقعوا فيها باش انت ماتوا اللي يشطح فيها إن شاء الله غادي تنجح وشنو هي هاد الشي غيه كيبغي شوية ديال الوقت كيبغي تعلم كيبغي صبر عباد الله كيبغي صبر سبعوني مزيان هاد الشي را كيبغي الصبر وشاني نقول لكم الصبر هو كل شي وإن شاء الله مع مرور الوقت غادي تبدو ويتشوفوا القناة تذي craft وفينا которых يطلعوا واحد المسألة ننبه عليها كذلك الفيديو قادي تلاحظوا بعض الفيديو منك قادي تبقو تخدمهم بعض الفيديو قادي بقوا يدخلهم مشاهدات وبعض الفيديو ما يبقوا مشاهدات واحد الفيديو قادي تطلع له مشاهدات بزائي واحد غيه شوية وواحد ما يدخل لهش طر Savannah اشتو قول لكم واحد الحاجة أرزاق من عند الله عز وجل كاينين بعض الفيديو يدرناهم ماذا عندي نقول لك؟ احتقرنا هذا الفيديو و احتقرنا ذوك الأعمال وإذا به فعلا ما يدخلوا ليش مشاهدات ولكن كاجي واحد النهار كتصبح الصباح كتلقى ألف فيو ألفين فيو تلتالف فيو كدر تطلع هذا الفيديو هذا غير بحدته علاش؟ لأنه ربما جات ذيك الوقت اللي الناس كانوا يبحثوا على هذوك الكلمات المفتاحية اللي انت دايرهم في الفيديو ديالك ولا فيديو ديالك بقى كي يطلع الناس اللي كي بحثوا على ذاكش غي دونك ما تستعجلوش النتائج مرحلة واحد مسألة أخرى كنصيحة أخيرة ونزيد ونخليونا صائحة أخرى إن شاء الله فيدي فيديو أخرى ما تريدوش ما تصوير دياللي فيديو كل نهار على الأقل فيديو واحد كل نهار كل نهار ما ريضش ما ريضش ندير فيديو ندير محتوى ولا ننصي ما تريدوش مني فيديو اللي يردع لكم بزادي الناس غي ما كيشوفوش النتائج صافيك يحبسو ما تحبسوش ما خاسرين والو راكو غي قلسين في الدار ما خاسروا والو ما ندكر بعد سوايا خاسرها غيف الفيسبوك خاسرها غيف اليوتيوب خاسرها غيف جوجل لبما خاسرها غيف في ديز أبليكاسيون ديال اللعب خاسرها غيف الكورة اللي يردع لكم بخوفيتي بخوفيتي لماكسيمو ديروا واحد برنامج ديال العمل ديالكم ولا وغي سواع في النهار أو لجسواع في النهار ندير هدي العمل في الانتغنات راه لا تندانس ديال العالم دابا غادية في هاد الاتجاه هذا اللي ينتابه لهذه المسألة راه نجاء واللي ما انتبهش لهذه المسألة راه من بعد غاد يعد على يديه إذن تبارك الله عليكم تمنى الفيديو يكونوا عجبكم بارتاجيوه لماكسيموم إلى اللقاء في الحلقة المقبلة تبارك الله عليكم اشتركوا في القناة